اشتركوا في القناة القمر موجود في الجوزاء في منزلة الهنعة وهي للمحبة والخير والقبول تأثير القمر لما بكون موجود في الجوزاء في هاي الفترة بننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد او كلمة تقال علينا انجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا ايضا الانضمام لدورة دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي طبعا احنا حكينا يوم امس انه احنا في مرحلة خلو المسار خلو المسار هذا استمر طبعا من ساعة 12 ودقيقتين بعد الظهر ورح يستمر طبعا لبعد الحلقة لغاية الساعة 58 و59 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني عند منتصف الليل هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا بالنسبة للقمر حكينا انه تقريبا بتوقيت الارندن عند منتصف الليل بكون انتخل القمر بشكل كامل من الثهر للجوزاء فعشان هيك مننا نبلش توقعاتنا كأننا منحكي من منتصف الليل عند الانتقال هذا ومنحكي انه لانه اغلب الوقت رح يكون في الجوزاء فايش اللي رح يأثر عليكم بشكل كامل بالنسبة لزوايا الفلكية اللي رح تتشكل خلال هذا اليوم طبعا اول زاوية رح تكون زاوية تثليث ايجابية بين القمر وزحل رح تكون في تمام الساعة 10 و33 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتساعدنا على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتخلق لدينا حس بالشعور بالمسئولية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية ايجابية هي زاوية تثليث ايجابية طويلة الفعل بين المريخ وبلوتو رح تكون في تمام الساعة 11 و7 دقائق مساء هاي لها تأثيرات تقريبا لها اسبوع ولكن رح تستمر معنا تقريبا بحدود السبع ايام او الثمان ايام بتجعلنا نبدو احيانا اننا بنشعر بنوع من انواع الخجل او التردد ولكن بترد على اللي بثيرك بعنف شديد فهاي بتعزز صحيح فيها ايجابية ولكن الرد هاد ممكن يكون عصبية او ردات فعل يحدث من وراها مشاكل طبعا زاوية اقتران بعدها ايجابية بين القمر والزهرة رح تكون في تمام الساعة 38 و39 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتأجج العاطفة اتجاه الجنس الاخر بالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وابداعهم طبعا القمر هيكي بيكون في الجوزاء معناته خلوة المسار القادم رح يكون يوم عشرين ستة رح يكون في تمام الساعة 9 و47 دقيقة مساء ورح يستمر حتى اليوم التالي يعني بعد منتصف الليل يتجاوز ليوم 21 لغاية الساعة 6 ودقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بنتقل القمر بعديها لبرج السرطان بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال 27 يوم طبعا اليوم 28 يوم في تمام الساعة 1 و5 دقائق بعد منتصف الليل بيصير 29 يوم نسبة الإضاءة 10% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى عشرين ستة المزاج ممتزج القمر في الجوزاء حتى يوم 21 ستة المزاج ممتزج عطارد في السرطان بيتراجع حتى يوم 12 سبعة مزاجه منتحس الزهرة في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 25 ستة مزاجه منتحس المريخ في الحوت حتى يوم 28 ستة مزاجه سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 تسعة مزاجه منتحس زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 1 سبعة مزاجه منتحس اورانوس في الثور حتى يوم 15 ثمانية بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتن في الحوت حتى يوم 23 ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس فإذا لاحظنا إحنا لما حكينا هاي الأمزجي فمنشوف إنه إحنا عنا مثلا الشمس يعني مزاجها ممتزج القمر مزاجه ممتزج لما تحسب أنت ممتزج يعني بين نحس وسعيد نحس وسعيد طول اليوم عطارد بيتراجع والزهرة بيتراجع والمشتري بيتراجع والزحل بيتراجع وبلوتو بيتراجع يعني عندك خمس كواكب غير القمر والشمس هدولة سلبيات منتحسات فلما توزع هاي على بيوت وعلى كواكب تلقائيا هاي السلبية بتنعكس عليك أنت فعشان هيك بالتوقعات بتلاقوا إنه دائما بحكي سلبي أو إشي سلبي أو راح يكون إشي سلبي لأنه مدام هاي سلبية أنا من ويندي أجيب لك إيجابي ما عندي إيجابية غير ما من نيبتون وغورانوس يعني للمفاجآت والمريخ اللي بعطي مفاجآت الشمس والقمر برضو في حل ممتزج وراح يصير نحس كمان الأيام القادمة فعشان هيك دائما التوقعات بتكون سلبية لأنه معظم الكواكب هاي سلبية فما بقدر أنا هي سلبية أجي أقول لك إيشي إيجابي باتفقنا خلينا نروح على توقعتنا اليومي برج الحمل طبعا القمر هيك راح يستقر في بيتك الثالث وبما أنه راح يستقر في بيتك الثالث فبتنشطه في أمور إليه علاقة بالسفر أو أوراق سفر أو اتصالات أو تنقلات أهميش إنك بالفترة هاي تفاوض بثقة وجراءة وحاول الدفاع عن مواقفك وقضيتك ولكن بدك تتجنب الكلام اللاذع ممكن ما ترتاح بسبب كثافة العمل حاول إنك تباكر لعملك وما تعرض نفسك للإرهاق بتتميز بالفاعلية والدينماكية وممكن تسمع جواب بعجبك أهم إشي إنك ما تبالغ بمصرفاتك وبرضو ما تبالغ بتهورك أثناء قيادة السيارات وبرضو ما تبالغ بعصبيتك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء يعني تقريبا بتكون إيجابية وبتدعمك على المستوى النفسي فممكن تشعر اليوم بنوع من أنواع الطاقة أو الإيجابية اللي بتساعدك في إنجاز كثير من الأعمال خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي برضو تعطي نوع من أنواع الإيجابية في أمور إلها علاقة إما بأموال مسترد أو هبات أو تحصيل أموال بتخصك أو من عمل إضافي ولكن بدك ما تبالغ بمصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت بما أنه السرطان بيتك الرابع فأكيد بده يكون في بعض الضغوطات اللي إلها علاقة إما بعدم الارتياح أو بسوء تفاهم بينك وبين أفراد العائلة أو التزامات كثيرة بتكون عليك أو ضغوط أو مشاكل عائلية أهمش أنك تمسك عصابك وما تحتد وما تعصب بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريباً الأوضاع اليوم إيجابية بتدعمك بقوة فممكن اليوم يحمل لك نوع من أنواع اللقاء أو التعاطف أو التقارب ما بينك وبين الحبيب ممكن الاهتمام بموضوع العلاقة بصحة أحد الأحبة أو بموضوع بتعلق فيك أو بأحد الأبناء ممكن يكون في بعض الضغوط ولكن ما رح تكون كبيرة أو ما رح تكون على الكل أما بالنسبة للبيت السادس فاليوم بقولك يعني حاول أنك تنجز الأعمال تباكر لإلها زي ما ذكرنا في التوقعات وتحاول أنك أنت ترتبها وتجدولها بالشكل الصحيح عشان ما تكون مضغوط كثير وفي نفس اللحظة بدك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي المالي والعاطفية في الأجواء إيجابية فممكن تحمل نوع من أنواع التقارب أو اللقاء اللي قارب ما بينك وبين أحد الشركاء اليوم شركاء المال أو العاطفة أو شركاء العاطف اللي هم الأزواج فممكن اليوم إما أنك تبدأ بموضوع جديد أو يفتح لك مجال جديد أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف فيه ضغوط على الأموال المشتركة فممكن يحملك نوع من أنواع العبئ أو أمور إلها علاقة ببعض المسائل اللي بتتعلق في أمور بنوك أو شكات أو التزامات أو فواتير يعني بكون فيها شوية مربكة بطريقة الحسابات فبدك تدير بالك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة فممكن تحمل لك بعض الاتصالات الخارجية أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن تهتم بأوراق قانونية أو معاملات أو أمور إلها علاقة بالهجرة أو بإقامة مثلا فكلها أجواء تقريبا بتكون إيجابية وبتدعمك بقوة أهم إشي إذا كان عندك امتحان إذا تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوظ أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فأنا شايف أنه شوي فيه نوع من أنواع الضغط فهذا بسبب لك نوع من أنواع الإرباك حاول أنك أنت ترتب أمورك بشكل جيد وما تخالف القوانين وما تعمل أي شيء يشوه سمعتك خلال هذا اليوم وفي المقابل إنجز أعمالك وباكر لأعمالك وحاول أنه يكون فيه نوع من أنواع العمل المشترك عشان تقدر تنجز هاي الأعمال اللي ممكن تتراكم عليك أما بالنسبة للبيت الأصدقاء فالأجواء جيدة تدعمك اليوم فهي تحمل لك نوع من أنواع التقارب أو اللقاءات بينك وبين أحد الأصدقاء أو ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت المتاعب فالأجواء شوي بكون فيها نوع من أنواع الضغط فعشان هيك بنقول لك ركز بشكل جيد وما تندفع ما تتهور وفي نفس اللحظة ما تجهد حالك كثير راقب غذائك وراقب أدويتك وحاول أنك تأخذ قسط كافي من الراحة برج الثور بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم تجنبوا النفقات ممكن تهتم لوضعك المالية وتخوض تجربة مهمة تمتحن موقعك وخبراتك أهم شيء أنك ما تجازف بأموالك ولا باستقرار وضعك خصوصا المالي تريث حتى تتوضح الأمور ما تبالغ بمصروفك احذر المنافقين ورتب وضعك المالي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الأول فعلى المستوى النفسي أنت اليوم أحسن مدعوم بطاقة كبيرة فاليوم بتحس أنه عندك قدرة على إنجاز كثير من المهام وعندك قدرة أنك تهتم في نفسك أكثر أما بالنسبة للبيت الثاني فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثالث بكون عندك بعض التحركات أو النشاط أو الاتصالات خلال اليوم وممكن يكون عندك بعض الأمور اللي إلها علاقة بالتواصل مع بعض الأشخاص وبرضو تحمل لك أشياء إيجابية على القدرة على الإقناع اللي عندهم امتحانات بس بدهم يركزوا بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت اليوم بتكون أحسن ألطف في نوع من أنواع التفاهم أو التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالترتيبات أو الديكور أو تغييرات أو مشتريات أو التزامات منزلية أهم إيش إنك ما تفقد عصابك وما تعصب في أوقات يعني ما يكون ما في داعي إنك تعصب فيها راجع نفسك أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء الروتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بتتعامل على المستوى العاطفي على طبيعتك بالنسبة للبيت السادس الأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ولكن إن عرض عليك عقد أو عرض عليك ورقة بحاجة لتوقيع راجعها ودقق فيها بشكل جيد أما بالنسبة للوضع الصحي فإجمالا جيد أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الضغط ما بينك وبين الشريك فهاي بتسبب نفور أو فتور أو جدال أو خلافات أو سوء تفاهم ما بينكم خصوصا شريك المال أو شريك العاطفي زي الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيد اليوم على مستوى الأموال المشتركة اللي إلها علاقة إما بأمور إلها علاقة بضريبة أو تأمين أو على مؤسسات مالية طبعا في أشخاص بيقولك اليوم الجمعة عطل لا في أشخاص في دول أوروبا عندهم دوام عادي بيستفيدوا من هاي الأمور أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأجواء على مستوى يعني الاتصالات ممكن يصلك خبر من بعيد أو تتواصل مع شخص ولكن تكون منزعج على حدث معين إما بتعلق فيك أو فيه أو مثلا شكاوي أو يعني بتحاول أنك تواسيع على ضرف معين أو ممكن يصلك خبر شوي يكون مزعج من خارج البلاد في أشخاص اللي بيشتروا سلع من خارج البلاد أو بريد ممكن يتأخر أو يتعطل خلال الفترة هاي حاول قدر الإمكان أنك تشحن حالك يعني بطاقة إيجابية وما تخلي هاي الطاقة السلبية أنها تسيطر عليك إذا كان عندك امتحان جامعي بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة يعني بتدعمك على مستوى علاقاتك ومعارفك وممكن يحملك أكثر من لقاء خلال هذا اليوم وبرضو ممكن يكون فيه نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين زميل في العمل أو اتصال ما بينك أو تفاهم على مسألة معينة أو ما بينك وبين رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء روتينية على مستوى بيت الأصدقاء فتواصلك وتعاملك معهم على طبيعتك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء يعني تقريبا روتينية فما في أي شيء يزعجك خلال هذا اليوم بإنجاز أعمالك ممكن أنه تنجز أعمالك وبرضو تهتم بصحتك وممكن برضو تحاول أنك هيك تأخذ قصد كافي من الراحة خلال هذا اليوم برج الجوزاء أنتوا قادرين على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها بتكثر مشاريعك وبتختلط الواجبات أهم شيء أنك تكون جديا وموضوعيا في تنظيم أمورك حدد أهدافك وأولوياتك باستطاعتك استعادة موقع معين أو إنجاز الكثير ولكن أهم شيء أنك تحافظ على نفسك من العصبية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي ممكن تفتح بعض المجالات لا بعض المكاسب أو الأرباح المالية ولكن بالمقابل بتكثر عندكم المصاريف أو البذخ أو الاهتمام بأشياء غير منطقية أو أنتم مش محتاجينها أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات وعندك سرعة بديهة عالية بتقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك خلال هذا اليوم أهم شيء أنك تسيطر على انفعلاتك وما تتهور أثناء قيادة السيارة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء روتينية على مستوى البيت فما في لا إيجابي ولا سلبي فتعاملكوا على طبيعتكم أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية تقريبا جيدة فممكن اليوم إما أنك تتعاطف عن مسألة معينة أو تتقارب أنت والحبيب أو أحد الأحباء ممكن تهتم بموضوع بتعلق فيهم أو في أمور بتعلق في أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو تنزعج من كثرة الأعمال خلال هذا اليوم وممكن أنه بعض الأمور الصحية هيك تظهر على ساحة فتحدث لك نوع من أنواع الإرباك أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراك المالي والعاطفي يعني ما بين الأزواج ممكن اليوم يكون فيه نوع من أنواع التقلب يحدث بعض البلبلة أو الاستفزاز أو إجراء معين أو تصرف معين من الزوج أو الزوجة يعني شوي خليك تتحسس فيكون لك رد عنيف فحاول قدر الإمكان تمسك أعصابك من الإنفعالات أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء برضو ضاغطة على مستوى الأموال المشتركة فممكن ينفتح حوار إما لديون أو قروض أو متطلبات مالية أو أمور إلها علاقة بالمستردات المالية ممكن بعضك يفقد بعض الأموال أو أنه يكون ينتظر موضوع إلو علاقة بالأموال المالية فيتأجل يعني أو يلتغى في خلال الفترة هاي أما بالنسبة للبيت التاسع في الأجواء جيدة بتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة وتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو معاملات أو شراء أشياء عن طريق النت ولكن بدك تحسب حساب احتمالية التأخر أهم شيء أنه أنت تكسب البيت التاسع بكل طاقته لأنه بعطيك طاقة إيجابية أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأجواء يعني تقريبا شبه جيد على مستوى بيت السمعة ولكن بنصحك أنك ما تخالف القوانين وما تدخل في أشياء مشبوهة خوفا من تشويه سمعتك وبرضو بالمقابل امسك حالك عن العصبية والاندفاع والتهور أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأجواء على مستوى بيت الصداقة تقريبا يعني في نوع من أنواع التواصل أو تقارب ما بينك وبين بعض الأصدقاء أو الاتصال فيهم ولكن الأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها روتينية أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا بتقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي المقابل ممكن يتراقب وضع صحي بتعلق فيك أو في أحد الأحبة وممكن يعني تقلق على مسألة معينة أو تقوم بزيارة أحد المرضى اللي بعزوا عليك برج السرطان طبعا القمر موجود في بيت المتاعب فالفترة هي بناء للتعب منكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم يعني القمر في مكانه هذا بشير لنوع من أنواع الركود والتأخير في سير الأمور حاذر من التواجع الصحي والمعنوي حاول انك تستريح بعيد عن الأضواء لما تختلق الأعذار للهرب من المسئوليات والمهمات أما بالنسبة للبيت الأول فبما انه بيت المتاعب ضغط فالبيت الأول بتأثر بشكل سلبي على المستوى النفسي فبيحمل لك نوع من أنواع التقلبات في المزاج أو التسرع في بعض القرارات أو العصبية وممكن يعني يجيب لك بعض الأشياء اللي لها علاقة بالاكتئاب أو الوسواس أو الأفكار المش مريحة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا على المستوى المالي تقريبا نقدر نحكي إنها بعضكم بحصل على بعض الأموال اللي بتيجي من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم أو المستردات المالية ولكن بالمقابل بتكثر المصاريف عندكم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء ضاغطة على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات بتشعر بتشتت بالذهن والعصبية ردات الفعل السلبية حاول قدر الإمكان تمسك حالك من العصبية ما تتوتر وما تعصب وبدك تنتبه أثناء القيادة قيادة السيارة من بعض الأعطال أو أمور أخرى أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا الأجواء إيجابية بتدعمك فممكن تعمل نوع من أنواع التقارب العائلي أو تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أو ممكن اجتماع أو لقاء أو ممكن اهتمامات في أمور منزلية زي الترميم والتصلحات والمشتريات أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأجواء ضاغطة على المستوى العاطفي فممكن تسبب لك نوع من أنواع الحدية أو التوتر أو الإنزعاج بسبب تصرف أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة برضو بتدعمك على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منك رح يهتم ببعض المسائل الصحية راقب صحتك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي تقريبا الأجواء جيدة فممكن أنه اليوم يصير في نوع من أنواع التقارب أو التقابل أو الاندماج ما بينك وبين الشريك ولكن دير بالك من بعض التوترات أو التحسس من موقف ما أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى الأموال المشتركة فممكن اليوم ينفتح موضوع إلى علاقة بإرث أو بديون أو بمستردات مالية أو مطالبات مالية أهم شيء أنك أنت تكون يعني ما تدخل بالحوارات بنوع من أنواع العصبية أو الانفعال لأنه أنت طبيعتك بالفترة هاي يعني مشحون بطاقة سلبية عالية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالاتصالات والسفر والأمور القانونية والأوراق القانونية والمعاملات كلها هاي ضاغطة فممكن تسمع خبر من خارج البلاد يعني يسبب لك نوع من أنواع الزعل أو تحزن أو تتواصل مع شخص خارج البلاد بسبب قلق عليه أو على وضعه في منكو رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بأمور أوراق قانونية أو معاملات أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة فممكن تدافع عن سمعتك بشكل جيد وفي منكو برضو رح يكون له نوع من أنواع التلاقي أو التقابل ما بينه بين زملاءه بالعمل أو زميل بالعمل أو رئيسه بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فاليوم الجو برضو في نوع من أنواع الضغط بسبب لك نوع من أنواع النفور فممكن تتحسس من تصرف صديق أو إهمال صديق فيك أو تحتاج شخص فإنه هذا شخص ما يلبي النداء أو يساعدك مثل ما بدك فعشان هيك الأجواء بتكون ضاغط على مستوى العلاقات والأصدقاء بدك تدير بالك وما تتحسس وما تعصب كثير ممكن يكون انزعاج من تصرفه فقط لا غير أما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرنا في بداية التوقعات برج الأسد بتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء هاي الفترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد أحدهم أهميش إنك ما تبقى وحيد بل شارك في مختلف الورشات والنشاطات بتستعيد حماستك وحيويتك بتتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث وبتشارك بفاعلية أو بتشارك بفاعلية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا على المستوى البيت الأول شيئا ما فيها نوع من أنواع الإيجابية ولكن اللي بيغلب عليك نوع من أنواع التوتر أو العصبية خلال هذا اليوم حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية وما تخلي العصبية تسيطر عليك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا يعني فيها يعني بعض الفرص المالية اللي ممكن تجيك أو مستردات أو ترتيب لبعض الالتزامات أو الفواتير ولكن بالمقابل إنه في نوع من أنواع الضغط عليك فهذا بسبب لك نوع من أنواع الإرباك إما مصاريف الزيادة أو اهتمام ببعض الدفعات اللي بتكون بعضها مربك بالنسبة لإلك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة فممكن اليوم يغلب عليك القدرة على النقاش والحوار وعندك سرعة بديهة عالية بتقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك ولكن اللي بيصير إنه أنت مشحون بطاقة العصبية أكثر بالفترة هاي وخصوصا مع الكسوف اللي راح يصير بالسرطان أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنه يعني فيها نوع من أنواع الحدية أو التوتر بسبب ضرف معين على مستوى البيت أو أحداث أو أحد أفراد العائلة ممكن نتعصب من مسألة معينة أو ممكن إنه تنضغط بسبب متطلبات زيادة أو تراكم بعض الأعمال عليك أو بعض الإحباطات اللي ممكن إنه شوي يكون منها أشياء ضاغطة بشكل سلبي أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي برضو أنا شايف الأجواء فيها سلبية فممكن تتحسس من تصرف أحد الأحبة أو ممكن تقلق على أحد الأحبة برضو خلال هذا اليوم ومنكم ممكن يدخل بنقاش ما بينه وبين أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي جيدة فممكن تنجز أعمالك بشكل جيد ولكن الأهم إنك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا على مستوى الشراكة روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن في بعض موليد الأسد ممكن تغلب بعض الحدية أو سوء التفاهم أثناء تعاملهم ما بينهم وبين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال ممكن يكون فيه نوع من أنواع الضغط إما أنه ديون لإلك مش قادر تحصلها أو مطالبات مالية عليك شوي تكون مربكة فشوي هاي تشعرك بنوع من أنواع التوتر أو الحزن أو القلق أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء يعني تقريبا نقدر نحكي جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن يصلك خبر شوي يكون سعيد خلال هذا اليوم وممكن شوي هيك برضو يعني يتأخر لك بريد أو يتأخر لك شيء أنت بتشتريه أو تهتم ببعض الأوراق القانونية أو أوراق لها علاقة بالهجرة أو الإقامة أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فتقريبا نقدر نحكي أنه جيد بيدعمك خلال هذا اليوم فممكن يعمل لك نوع من أنواع التلاقي الإجتماعي أو التقارب ما بينك وبين بعض المعارف أو طلب المساعدة من أشخاص يعني في بينك وبينهم نوع من أنواع الود أو نوع من أنواع المصالح المشتركة أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فكما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيت المتاعب فمنقدر نحكي أنه ما زالت الأجواء جيدة ولكن بدك تدير بالك أنه حاول تنجز الأعمال المهمة والضرورية بالفترة هاي يابل ما يوصل القمر للسرطان لأنه الفترة القادمة رح تكون ضغط عليك بشكل كبير فبدك تدير بالك وإنجز أعمالك بشكل جيد أما بالنسبة لليوم فأنا شايف الأجواء جيدة بتدعمك فممكن تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك وبرضو بالمقابل ممكن تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالصحة برج العذراء حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرص تقدم مفاجئ لا تهدد سمعتك بالخطر ممكن تقلق بشأن لقاء أو وضع أحد أفراد الأسرة هاي فترة مثمرة ومهمة جدا وبتكون أسهل وأقل إرباك إذا كنت أنت جاهز لإلها أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء على المستوى النفسي أحسن بالفترة هاي رغم إنه في بعض يعني التقلب أو الوسوسة أو عدم الإرتياح أو القلق من مسألة معينة يعني ممكن تسيطر عليك ولكن تقدر تشحن حالك بطاقة إيجابية وتتجاوز هاي الضغوطات أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنه فيها نوع من أنواع الإيجابية على المستوى المالي فممكن اليوم يحملك فرصة مالية بتجيك من عمل إضافي أو مستردات مالية أو بعض الأمور اللي في منها دفعات أو أشياء لها علاقة بالمصاريف ولكن بالمقابل دير بالك من المصروفات اللي ما إلها داعي وما تبذر أموالك بفترة ضاغطة أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والحوارات ولكن دير بالك من العصبية والتسرع أثناء القيادة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا منقدر نحكي إنها جيدة بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن لقاء عائلي أو تقارب أو حل مشكلة معينة أو ممكن الاهتمام ببعض المسائل البيتية مثل العقارات أو أمور ترتيب أو تعزيل أو مشتريات لنواقص بيتية أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي ممكن يكون في بعض التوتر أو بعض المشاحنات أو الخلافات ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم حاول إنك تركز بشكل جيد وما تعصد وفي المقابل ما تتحسس ممكن برضو يحمل لك نوع من أنواع النقاشات الحدي ما بينك وبين أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس على المستوى الصحي تقريبا الأجواء هذا بيت الصحة والعمل ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم أو تهتم ببعض الأمور الحسابية ولكن بالمقابل راعي وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على المستوى التعامل ما بينك وبين شركاء المال أو ما بينك وبين الأزواج ولكن بالمقابل حاذر أنه أنت في لحظات معينة أنك تتعصب أو تستاء من تصرف الزوج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى الأموال المشتركة تقريبا نقدر نحكي إنها ضاغطة ممكن أن تكون الأمور إلها علاقة بحسابات بنكية أو أمور إلها علاقة بالضريبة أو التأمين أو حسابات أنت بتجدولها أو دفعات أو التزامات يعني شوي هاي الأمور ممكن تحدث لك بعض الإرباكات خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت التاسع فممكن اليوم تسمع خبر من خارج البلاد مزعج أو أمور إلها علاقة بالأوراق القانونية أو المعاملات أو أمور إلها علاقة بالدراسة أو الامتحانات يعني بدك تكون جاهز ومستعد وبدك تهيئ حالك إن الفترة هاي ضاغطة وتستعد بشكل كبير عشان ما تتسبب لك بنوع من أنواع الإرباك أو الفشل أما بالنسبة للبيت العاشر فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 الأجواء تقريبا جيدة على مستوى علاقاتك وأصدقائك فممكن اليوم تحمل لك إما دعوة أو لقاء أو اجتماع أو اتصال مع صديق لمساعدتك في أمر ما أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الضغط فعشان يكمن قل لك إنجز الأعمال الضرورية والمهمة وحاول أنك تأخذ قصد كافي من الراحة ما ترهق حالك كثير وراقب أدويتك خوفا من بعض التقلبات اللي ممكن تحدث خلال هذا اليوم برج الميزان من يتقدم لامتحان أو مقابلة يجب أن يستعد بشكل جيد هاي فترة حافلة بالنشاطات ممكن تتلقى خبر من الخارج أو من جهة غريبة حاول تسهيل أمورك تهتم بثقافات مختلفة الأمر اللي بيشجعك على الانضمام لنادي أو جمعية ممكن برضو بالفترة هاي يعني يكون لك بعض الاهتمامات بأشخاص خارج البلاد أو اتصالات أو أوراق قانونية أو معاملات أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريبا على المستوى النفسي اليوم بتتحسن تنشحن بطاقة إيجابية أكثر فبتكون لمصلحتك الأمور صحيح أنت مرهق تعب ولكن برضو الأجواء رح تعطيك طاقة يعني مميزة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي فالوضع مربك فممكن تتكاثر عليك المصاريف أو الدفعات أو الالتزامات كل هذا اليوم وبرضو أهم شيء أنك ما تحاول أنك تصرف وتبذر أموالك بطريقة غير مدروسة أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف اليوم عندك كثير من الحركة والنشاط والتنقلات والاتصالات وبرضو عندك قدرة وسرعة بديها عالية للنقاش والحوار وبتقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ممكن يعني يصير فيه نوع من أنواع لإرباك إما اجتماع أو لقاء أو يعني هيك يكون فيه عزومي مثلا فيه أشخاص كثير أو أمور إلها علاقة بترميمات تصليحات مشتريات يعني بكون فيه بعض الأحداث المربكة خلال هذا اليوم رغم أنه ممكن تسمع خبر سعيد إلو علاقة في البيت أو حدث سعيد داخل البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايفه روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على المستوى العاطفي أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا يعني جيدة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ولكن الأهم أنك تهتم بصحتك أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف على مستوى الشراكي الأجواء يعني بلشت تستقر رغم أنه فيه نوع من أنواع العصبية أثناء أو الحدية أثناء التعامل ما بينك وبين الشريك وخصوصا شريك الزواج فممكن هاي إما تحمل نوع من أنواع العصبية أو ردات الفعل السلبية بدك تدير بالك وتحاذر من الخلافات أنك أنت تكبرها أما بالنسبة للبيت الثامن فممكن اليوم يعني تظهر بعض المسائل المالية أو الإرباكات كحسابات أو دفعات أو مصاريف خلال هذا اليوم أو حوارات أو نقاشات إلها علاقة بالضريبة أو بالتأمين أو إلها علاقة بدفعات بنكية أو التزمات أو حتى نقاش بموضوع إلها علاقة بإرث أو قضايا قديمة حاولوا برضو تحافظوا على ممتلكاتك من الضياع أو ممكن يحمل لك نوع من أنواع القلق على أحد أفراد العائلة أو الأحبة أما بالنسبة للبيت التاسع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت العاشر تقريبا الأجواء جيدة يعني على مستوى بيت السمعة تستغل بعض علاقاتك ومعارفك ممكن أنه تحمل لك لقاء أو ممكن تعاون ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو جيد فممكن اليوم يتكاثف الأصدقاء حواليك أو دعوة أو لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء مثلا أهم شيء أنه أنت يعني إشحن حالك بطاقة إيجابية وتحاول أنك أنت تجارة مع الأشخاص اللي حواليك أما بالنسبة لبيت المتاعف فالأجواء جيدة مشحون بطاقة كبيرة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وبرضو ممكن أنك تراقب صحتك حاول أنك برضو تأخذ أدويتك بوقتها راقب غذائك بشكل جيد ممكن تهتم بشؤون صحية بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وما تسمح لأحد بالتشكيك بقدراتك لا تكون جارح بالكلام بل فاوض بهدوء ودبلوماسية كون حريص على حقوقك ممكن تتحسن الأجواء وتحصل على الفرصة المناسبة لتبرير أخطائك أما بالنسبة للبيت الأول فعلى المستوى تقريبا بنقدر نحكي نفسي شوي بتكون مشحون بطاقة سلبية ممكن أفكار وساوس ممكن قلق ممكن بعض الإرباكات أو الإرتباك من مسألة معينة يعني يحدث لك هيك خلخلة في أمور الطاقة عندك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى المالي فممكن اليوم تحصل بعض الأموال أو تجيك بعض الدفعات أو ممكن أنه يعني وعد للمسألة للفترة القادمة بدفعة معينة مثلا تحسن من وضعك ولكن بالمقابل حاول أنك تقلل من مصاريفك ودفعاتك والتزاماتك على أساس أنه ما تصرف بالمكان الغير مناسب أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والتنقلات وبرضو بتحمل لك نوع من أنواع الإيجابية بالتواصل ممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك اليوم وبرضو بتفتح سرعة البديهة عندك للحوار والنقاش ولكن دير بالك من العصبية في بعض الأوقات أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأجواء الروتينية فما فيه أي شيء سلبي أو إيجابي فبتتعامل عن مستوى البيت وأفراد العائلة والتقارب ما بينكم بشكل روتيني أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا فيها بعض الضغط على المستوى العاطفي إما موضوع مربك أو حساسية ما بينك وبين الحبيب أو نقاش حاد ما بينك وبين أحد الأبناء حاول أنك تشحن حالك برضو بطاقة إيجابية وما تتحسس لأي تصرف أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة بتدعمك خلال اليوم على أمور العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وبرضو في المقابل بيحملك نوع من أنواع يعني الإطمئنان الصحي عليك أو على أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأجواء على مستوى الشراكي جيدة فممكن تعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك وممكن في المقابل أنها تعمل نوع من أنواع الحلول لبعض المسائل أو ترتيب للوضع القادم اللي بترتبه أنت والزوج أو الزوجي أما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع تقريبا ما زال في نوع من أنواع القلق بتعلق في أمور خارج البلاد أو أشخاص خارج البلاد أو أمور إلها علاقة بالسفر أو تأجيل السفر أو أوراق قانونية أو معاملات يعني ممكن أنه شوي تكون مربكة أو ما يخذ حيز كبير من تفكيرك اللي عندهم امتحانات أو مناقشات اليوم بدهم يركزوا بشكل جيد ويستعدوا ما يعتمدوا على الحضوظ أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة بتدعمك على مستوى بيت السمعة فممكن اليوم تكتر عندك اللقاءات أو الاتصالات أو الاستعانة ببعض المعارف لإنجاز بعض الأمور المهمة وممكن يكون لك تعامل مع زميل أو رئيسك بالعمل لإنجاز بعض الأعمال المهمة أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فاليوم برضو بيحمل لك نوع من أنواع التواصل أو التلاقي أو التقارب ما بينك وبين بعض الأصدقاء اللي ممكن يعني يعمل لك نوع من أنواع الإيجابية أو اللقاءات الجيدة وفي المقابل أنه ممكن يكون في دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فبدك تدير بالك حاول أنك أنت تراقب غدائك ما ترهق حالك كثير بالعمل وحاول أنك تأخذ قسط كافي من الراحة الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع القلق برضو على أحد الأحبة برضو بالمقابل ممكن أنه يكون لك زيارة إما لمريض أو لمستشفى مرج القوس بوسعكم تعزيز شراكتكم سواء في العمل أو في العاطفة يعني ما بين الأزواج هاي فترة صعبة تثقل خلالها الهموم والمسؤوليات أهم مش أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة وما تتسرع في اتخاذ القرارات أما بالنسبة للبيت الأول فما زالت الأجواء حتى رغم الضغط اللي موجود أنه القمر مقابلك مباشرة إلا أنه في بعض الإيجابيات على المستوى النفسي بس أهم إشي أنك تبعد عن القلق والتوتر والأفكار السودة والوسواس أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا يعني بتحمل لك بعض الأشياء الإيجابية على المستوى المالي ممكن بعض المكاسب أو الأرباح أو الهبات أو المساعدات أو نوع من أنواع الدعم ولكن بالمقابل بتكثر عليك المصاريف أو الدفعات خلال الفترة دير بالك برضو من المصاريف الغير مدروسة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى أمور العلاقة بالتنقلات والاتصالات والحوارات وبرضو عندك سرعة بديهة عالية بتقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك ممكن يكون لك اليوم تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء روتينية على مستوى البيت ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعامل على طبيعتك على مستوى إنجازات أعمالك المنزلية أو لقاءاتك مع أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة على المستوى العاطفي فبتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب أو لقاء معين أو مساهمة معينة بتجمع ما بينك وبين الأحبة وممكن يكون لك تعامل أو تعاطف مع أحد الأبناء أو أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس على المستوى الصحي بدك تدير بالك وعلى مستوى العمل ما ترهق حالك صحيح إنه بتقدر تنجز كثير من الأعمال المهمة خلال هذا اليوم ولكن ممكن تتراكم عندك بعض الأعمال فما تحاول إنك تمسك أكثر من عمل مع بعض أما بالنسبة للبيت السابع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن تقريباً منقدر نحكي إن الأجواء ضاغطة على مستوى الأمور المالية فهي بتحدث نوع من أنواع الإرباك فممكن مطالبات أو حسابات أو يعني بعض المخاوف المالية اللي ممكن إنها شوي هيك تتسللك اليوم أو تقلق بشأنها أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة وتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أمور إلها علاقة في بريد أو مراسلات أو ثقافة جديدة أو لغة أو نقاشات سياسية دينية يعني كلها هاي تقريباً أو حتى الأوراق القانونية والمعاملات كلها بتكون إيجابية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريباً منقدر نحكي إنها فيها نوع من أنواع الضغط فمنقول لك خلال اليوم هذا حاول إنك ما تشوه سمعتك ما تخالف القوانين ما تدخل بأشياء مشبوهة ما تعصب ما تتأخر عن دوامك وبنفس اللحظة ما تعمل أي خلاف ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأجواء جيدة اليوم فممكن تحمل لك إما لقاء أو تعاطف أو اتصال ما بينك وبين بعض الأصدقاء وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريباً منقدر نحكي إنه متقلبة خلال هذا اليوم فعشان يكمن نقول لك حاول إنك ما ترهق حالك كثير بالأعمال ركز بشكل جيد وفي نفس اللحظة يعني راقب غذائك وراقب راحتك بشكل كبير ممكن اليوم يحمل لك قلق على أحد الأحبة أو صحة أحد الأحبة أو أمور إلها علاقة بصحتك أنت بتكون بحاجة لمراجعة الطبيب برج الجدي واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم بشكل جيد حاذر من تراجع صحي ما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كون أكثر تنظيم وأحسن الإدارة اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي خذ قصد كافي من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة نفسيا رغم كل الأمور السلبية اللي ممكن أنها تحدث أنه القمر موجود في بيتك السادس إلا أنه أنت نفسيا مشحون بطاقة إيجابية ونفسيتك مرتاحة أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه يعني بيحمل لك بعض الأمور المالية الجيدة المكاسب المالية أو الأرباح اللي بتيجي من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم ممكن تقلق من مسألة مالية لها علاقة إما بالديون أو بالقروض أو بدفعات غير مدروسة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء برضو يعني بنقول لك أنه دير بالك من العصبية ومن الحدية وبرضو في المقابل انتبه أثناء القيادة أثناء نقاشاتك وحواراتك حاول أنك ما تعصب وركز على محور أساسي أو على الموضوع النقاش الأساسي ما تتشعب أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا الأجواء روتينية صحيح بتحمل نوع من أنواع الضغط إما قلق على مسألة عقارية أو على مسألة عائلية أو على أحد الأبناء مثلا أو على أحد أفراد العائلة ممكن تكون مسؤوليات كثيرة وممكن يكون أعمال مربكة وممكن أعمال يعني بحاجة لجهد كبير أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا الأجواء جيدة بتدعمك وتعمل تقارب ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم وبارضو نعمل أنواع التعاطف أو تقارب ما بينك وبين أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالية والعاطفية والعلاقة ما بين الأزواج بتحمل نوع من أنواع التحسس فممكن أنك تعصب أو تحتد أو يسيئك نوع من أنواع تصرف الزوج مثلا في موقف معين أو في شيء معين فيسبب لك نوع من أنواع الحدية حاول قدر الإمكان أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وما تسمح لهذه السلبية أنها تسيطر عليك أما بالنسبة للبيت الثامن الأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة فممكن تحصل بعض الأموال اللي إلك أو ممكن يجيك خبر جيد جدا يدعمك على مستوى الأموال المشتركة ممكن يكون لك بعض الإنجازات لبعض الأعمال اللي إلها علاقة بالبنوك أو المصارف أو إلها علاقة بأوراق ضريبة أو إنجاز بعض المهام أو المعاملات اللي بتكون صعب أنك تنجزها بالأيام العادية ضغطة على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات صحيح أنه ممكن يجيك اتصال جيد أو يجيك بريد أو يجيك أمور إلها علاقة بخبر بيتعلق بأشخاص خارج البلاد ممكن تهتم بأوراق قانونية أو معاملات خلال هذا اليوم يعني الأجواء متقلبة بين إيجابي وسلبي على محور هاي الأشياء اللي إحنا ذكرناها أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة بتدعمك بشكل قوي فبتحمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين بعض الأشخاص أو العلاقات أو المعارف لاستغلالها لإنجاز بعض المهام المهمة أو بعض المهام اللي بتكون صعب أنك أنت تنجزها لحالك بدها عمل شراكي أما بالنسبة لعلاقاتك بزملائك ورؤسائك بالعمل فهي جيدة خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فأنا شايف فيه نوع من أنواع الضغط إما بتتوتر من صديق أو من علاقة معينة أو ممكن أنك تحتد بسبب يعني نقاش معين بيكون جمعة أصدقاء فبيحاول أحد الأصدقاء أنه يدخل في شؤونك أو يكشف سر لإلك أو يحكي عليك فهذا الإشي ممكن يستفزك وينرفزك بشكل كبير أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء شوي فيها نوع من أنواع الضغط فعشانيك بنقول لك يعني حاول تأخذ قصد كافي من الراحة وحاول إنك تنتبه لغذاءك وراحتك وبرضو لأدويتك وراجع الطبيب إذا شعرت بأي شيء بحاجة لرعاية طبية ممكن تقلق على صحتك أو على صحة أحد الأحبة برج الدلو ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا بتكثر التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا تصبح الأجواء أكثر سهولة ممكن تظهر هاي الفترة لقاء طارئة مع الإخوة أهم إش إنك تقدم لهم المساعدة والدعم اللازم فترة ناجحة ومطمئنة أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف على المستوى النفسي أنت مشحون بطاقة إيجابية اليوم فعشان هيك نفسيتك أحسن ممكن تنطلق في إنجاز كثير من المهام وبرضو عندك هيك رغبة بتحرك بأكثر من انتجاه جيد أما بالنسبة للبيت الثاني فعلى المستوى الأمور المالية ممكن تظهر بعض المسائل المالية أو الإرباكيات المالية خلال هذا اليوم أو يقلقك شائن مالي كحسابات أو دفعات أو التزامات أو مشتريات ولكن حاول أنك تقلل من المشتريات الغير ضرورية أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات وممكن تقنع أي شخص اليوم بوجهة نظرك سرعة بديهتك عالية وبرضو عندك ثقاء عالية بنفسك أهم إشي أنك تحاول أنك ما تنفعل وما تعصب أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا الأجواء الروتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي وممكن تهتم ببعض المشتريات أو الالتزامات البيتية أو الاهتمامات العائلية بشكل جيد ممكن تحتد أو تعصب من مسألة معينة ولكن ممكن تتدارك نفسك إذا انتبهت أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس جيد على مستوى العمل فممكن تعمل اليوم وتنجز بعض الأعمال المهمة والضرورية وبرضو ممكن تحقق إنجازات جيدة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية إلك أو لأحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة يعني تقريبا نقدر نحكي إنه جيد برضو بيدعمك في بعض المسائل بيعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك شريك المال والعاطفة ممكن يكون لك بعض الاهتمامات العائلية أو اللقاءات أو رفقة ما بينك وبين الشريك يعني ما بين الأزواج أهم شيء إذا كان فيه نقاشات ما تحتده وتعصبه على بعض أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا ضاغطة على مستوى الأموال المشتركة وممكن اليوم يتهتم ببعض الحسابات أو بعض الاهتمامات المالية أو أمور لها علاقة بالقروض أو طلب أموال بتعود لك من أشخاص فممكن شوي يصير فيه نوع من أنواع الحدية في الأمر ولكن إجمالا الأجواء إذا أنت استغليتها بشكل جيد ممكن تكون لصالحك أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو معاملات أو حتى بأمور بحثية أو فلسفية أو دينية أو نقاشات أو اهتمامات بثقافي غير مثلا فاليوم برضو إيجابي على المستوى هاي ولكن إذا كان عندك امتحان بدك تركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا على مستوى بيت السمعة يعني ضغطة شوي فمنقول لك حاول أنك ما تخالف القوانين ما تدخل بأشياء مشبوهة ما تندفع وما تتهور ما تتأخر عن دوامك وما تدخل بخلافات ما بينك وبين زملائك أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فأنا شايف الأجواء برضو ممكن تحمل لك لقاء أو تقابل أو دعوة أو اجتماع أو عمل اجتماعي مثلا لقاء اجتماعي زيارة مثلا تكاثف ما بينك وبين الأصدقاء يعني أجواء إيجابية أما بالنسبة لبيت المتاعب برضو الأجواء إيجابية ولكن منقول لك أنه ما تجد حالك كثير حاول تراقب غذائك وراحتك وتأخذ قصد كافي من الراحة وبرضو اهتم بشؤونك الصحية بشكل جيد ممكن تقلق اليوم بشأن صحي بتعلق فيك أو في أحد الأحبة برج الحوت ابتنهمكوا بأمور إلها صلة بالبيت والعائلة أهميش إنك ما تتهرب من المسؤوليات وإن كثرت نظم موقتك بشكل جيد تفادي لأي تقصير ما تبخل على العائلة بالعطف والنصائح كما إنها هاي الفترة مناسبة للارتباط ممكن تشعر بالانزعاج أو القلق حول مسألة شخصية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور تقريبا على المستوى النفسي يعني تقريبا فيها نوع من أنواع التقلب إما وسواس أو شك أو أفكار ما لازم توصل لراسك يعني أفكار سودة حاول إنك أنت تنظم أفكارك بشكل جيد وتطرد الأفكار السلبية من راسك أما بالنسبة للبيت الثاني فعلى المستوى الأمور المالية ممكن تظهر بعض المسألة المالية الجيدة اليوم ممكن تحقق بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم أو الدفعات أو المساعدات أو الهبات أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأجواء تقريبا يعني فيها نوع من أنواع العصبية أو الحدية أثناء النقاشات دير بالك وأثناء التنقلات يعني بدك تنتبه أثناء قيادة السيارة أما بالنسبة للأمور الأخرى فأنا شايف أن الأجواء إيجابية وبتدعمك برضو بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس يعني بيحمل نوع من أنواع القلق على مسألة بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة أو في أحد الأبناء ممكن شوي تحتد وتعصب أو تتوسوس في هذه المرحلة وممكن يعني يكون لك هيك بعض الأفكار السودة في هذا المكان ممكن تحمل برضو قلق على ما ذكرنا أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية وممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة بالشؤون الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأجواء جيدة بتدعمك بقوة خلال هذا اليوم فممكن يصير فيه نوع من أنواع التلاقي أو التقارب ما بينك وبين الشريك أو بين الأزواج تحديدا صحيح أنه ممكن تحمل بعض النقاشات الحادة أو تحتد بنقاش معين حاول تمسك أصابك عشان ما تضيع الإيجابية لبينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة فممكن اليوم تهتم ببعض الأموال أو بعض الأمور المالية اللي إلها علاقة إما بدفعات أو إلها علاقة بقروض أو ديون أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالسداد صحيح بعضها رح يكون مربك لا إلك ولكن بالنهاية رح توصل لحل أو لنتيجة إيجابية أما بالنسبة للبيت التاسع ممكن يصلك خبر من خارج البلاد يعني يزعجك وممكن يكون لك بعض الاتصالات أو الحوارات مع أشخاص خارج البلاد وممكن يكون فيه تقارب ما بينك وبين أشخاص بالمراسلة أو بأمور إلها علاقة بأوراق قانونية أو معاملات أو أوراق قضائية مثلا فتكون الأمور هاي يعني تدعمك نفسيا شوي بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة فممكن تدافع عن سمعتك بشكل جيد وممكن يكون لك بعض التقارب أو التلاقي ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فبتحمل لك تعاطف أو تلاقي أو دعوة ممكن اجتماع مثلا أو اتصال من بعض الأصدقاء اللي ممكن يدخلوا السعادة إلى قلبك ولكن برضو ما تعصب إذا شعرت أنه في حد بحاول يتدخل في حياتك أو شؤونك الفترة مش مناسبة للعصبية حاول إنك تتركها ليومين ثلاثة بعدين الأمور بتصير لصالحك بتقدر تدافع عن حالك بشكل أقوى أما بالنسبة لبيت المتاعف فالأجواء جيدة يعني بتقدر تنجز أعمال ضرورية اليوم وبرضو بتقدر تراقب غذائك بشكل جيد وبرضو في عندك قدرة لمتابعة صحتك إذا شعرت بأي شيء بحاجة لمراجعة الطبيب ما تتأخر ممكن تحمل هاي الفترة برضو قلق على أحد الأحبة أو المعارف هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر